خلينا اقول مع حضراتكم حاجة مهمة جدا النهاردة من امبارح الحقيقة امبارح والنهاردة البداية مبشرة للتحكيم المصري اهو هذا البرنامج كان عندما يكون هناك اخطاء واضحة ضد النادي الاهلي او عموما الحقيقة كنا دايما بنتكلم ولكن النهاردة البداية مبشرة سواء في مباراة امبارح بنك الاهلي او زد والاسماعيلي النهاردة او الاهلي والمصري يعني الاهلي والمصري كابتب رأيب نور الدين دربة الجزاء عليها كلام بتاعت الاسماعيلي لكن خلاص تعدي ماشي لكن عموما بشكل عام لا المباراة التحكيم المصري بداية مبشرة حتى الان معرفش بكرة هيحصل ايه فاحنا في ظهركوا في ظهر التحكيم وحنفضل واقفين في ظهر التحكيم وحنفق انا شخصيا حفضل واقف في ظهر الخبير الاجنبي عشان ما نرجعش مرة تانية لعصر الاحتواء وعصر الكلام اللي ما يصحش انه هو يتقال وهنا انا لما بقول كده انا ما بتريقش على حد بالمناسبة والله ما بتريق على حد ولكن ما احنا سألنا مئة مرة هل في حاجة اسمعت وقالك لا هل في حاجة اسمعت وقالك لا العالم كله بيقول لا ما فيش غير حد او اتنين او تلاتة هم اللي قالوا هذه الكلمة فمش عايزين نرجع تاني لعصر الاحتواء وعصر الروح البروتوكول كلنا في ظهر الحكام علشان نصل لمستوى جيد مش للنادي الاهلي ولكن لكرة القدم المصرية الاخطاء حتى الاخطاء لها مسترة نتمنى ان ده يحصل خلال الايام او خلال المباريات القادمة كمان ان شاء الله